العالمي للحكاية في العشرين من أذار وهذا الشهر مليء بالمناسبات الجميلة الحقيقة فلسطين هي الدولة الأولى عربيا من حيث أنه كونها جزء من الحكاية العالمية وهذه المرة الرابعة التي تقومون فيها بهذا المهرجان حدثنا أكثر عن التحضير لهذا المهرجان هذا العام يعني أولا مهرجان حكاية هذه السنة يحمل اسم قمح وزيت نروي الحكايات نروي النباتات إذا بنحكي عن الحكايات فإحنا قطعا بنحكي عن فلسطين الحكاية مرتبطة مع الإنسان مرتبطة مع الإنسان لما بلش في بداية الحضارة يروح على الصيد يروح يحكي لمرته وإيش صار معه لما يروح على الحقل يروح يحكي لهم إيش صار معه وبالتالي الحكاية مرتبطة بالحضارة مرتبطة بالإنسان صاحب الحضارة الأولى في فلسطين اخترنا قمح وزيت للدلالة والرمزية المرتبطة بهاي الأرض قمح وزيت اللي هم يعني إحنا في المثل بنقول إذا عندي قمح وزيت صح حجت وغنيت يعني والقمح والزيت سبعين في البيت فحبينا يكون فيه إشي رمزية للقمح والزيت المهرجان السنة سيكون فيه ستين فعالية ضف غزة داخل القدس سينطلق المهرجان من مدينة جينين باعتبارها المدينة يعني الأكثر حضورا فيها رمزية السهول مرج بن عامر وزراعة القمح وكذلك أشجار الزيتون وموسم الزيت سينطلق المهرجان من جينين يوم 18 أذار يعني تقلع الحكاية إلى غزة إلى ساحل البحر إلى عكا حيفا القدس رام الله الخليل نابلس بيت لحم كل المحافظة الفلسطينية سيشارك كرابة 35 حكاء وحكاءة في هذا المهرجان بين حكواتيين كبار في السن وحكواتيين يعني ممن تدرب خلال الثلاث سنوات الماضية المهرجان أيضا في مجاورات تجوال جيرة مع الفلاحين في جينين رح نقعد مع هؤلاء المزارعين نسمع قصصهم وعلاقتهم مع الأرض وقصصهم عن الزيت والقمح والزراعة كذلك في لقاءات مع الشباب تحت عنوان العلاقة مع الأرض بديلا عن علاقة مع المؤسسات وفي لقاءات تحمل العودة للأرض استعادة العافية في ندوة أيضا عن استعادة سلالات القمح الأساسية الفلسطينية اللي هو القمح الأصلي كل هذا سيقدم يعني في قالب حكايات طريفة وجميلة وأمسيات ممتعة أكيد حمز اعتدنا رؤية الحكواتي أيضا بنظام جديد بهذا العصر برفقة الشباب اللي بيطلعوا مصارات كل أسبوع شفتك شفت العديد من الشباب اللي يعني عندهم مادة جميلة وبالذات مربوطة بالمنطقة اللي بيكون عليها المصار كدش حيكون هذا الجو هو جزء من هذا المهرجان وكدش ممكن نتنقل بالقمح والزيت من جنين للقدس ممكن يكون بمصار أو يكون برحلة ما تربطها مكان أو كتاب وورقة ويلا كل آياتنا نقص حكاية يعني هي ميزت ميزت هذا الإرث الفلسطيني وميزت بلدنا إنه إرث غني وحي إحنا في التجوالات بنحاول يعني ما يكون الشكل التجوال اللي بنعمله اللي هو مصار ماشي فقط بنحاول آه نصنع المعرف المرتبطة بقصص المكان وقصص الناس خراريف البلد الخراريف اللي بتحكي عن هاي المغارة هو شو اللي بميزنا أصلا عن المستوطن يعني المغتصب اللي جاي من أمريكا ولا من روسيا أنا بعرف هذا الواد ليش سموه هيك بعرف هاي المغارة ليش اسمها بعرف خرفية ستي عن حجر السبع خوات وبعرف خرفية ستي عن واد اللبن هاي القصص كلها والخراريف الشعبية اللي بنرويها أثناء التجول اللي هي بنت البلد روح البلد اللي بتخليني قادر لما أمشي في البلد آه مش مجرد جبل ولا واد فيه له قصة علاقتنا مع المكان مرتبطة بقصصه وخراريفه فيه في جينين سيكون تجوال جيرة رح نتجول في جينين وجيرة من المجاورة يعني ونقعد مع الفلاحين نسمع قصصهم وخراريفهم المرتبطة في الارض هاي كنت نحكيها يعني جيرة عليكم هاي وزي جيرة عليكم وبالتالي هي المجاورة والجيرة مصطلح يعني أطلقوا التربة ومونير فاشا كوسيط تعليمي بديلا عن المؤسسات أو بديلا عن شكل التعليم السائد هاي بنقعد جيرة بنجاور بنسمع من غير فيه أستاذه صح وخطأ بنتبادل الكصص والحكايات هذا جزء مهم جدا من موروثنا الثقافي وموروثنا الحضاري والتاريخي والتراثي ودليل على ارتباطنا بالأرض وحفاظا على هويتنا الفلسطينية وعشان هيك احنا كتير متميزين على المستوى العربي كمان في الحكاية حدثنا أديك كمان مثل ما حكينا في المقدمة احنا الدولة العربية الأولى اللي شاركت على المستوى العالمي بموضوع الحكاية وأيضا على المستوى العربي لنتدخل أكبر كمان من الدول الأخصى هي شبكة حكاية بدأت يعني في 2005-2006 بمبادرة من الملتقى التربة والعربي الملتقى التربة والعربي مونير فاشا سيرين حليلي فلسطينيين يعني بدأوا الملتقى يعني فلسطين عمان بدأوا بهذه المبادرة نضم لهم عدد من المؤسسات الأردنية المصرية اللبنانية يعني جزء أساسي من تركيبة شبكة حكاية العربية هم المؤسسين الأوائل فلسطينيين وطبعاً فيه رواد عرب رائد عصفور فلسطيني من الأردن حسين القيرتلي مصر معتز الدجاني فلسطيني في لبنان عدد من المبادرين العرب بدأوا في الشبكة الشبكة بدأت بشكل جدي في 2008 بإطلاق مهرجان حكاية السنوي الدولي في عمان وبدأ بفعاليات مرتبطة بالحكي في كل الوطن العربي فلسطينياً يعني لم نكن بعيداً عن البدايات الأولى لحكاية عدد من المؤسسات الفلسطينية كانت جزء من الشبكة فريق حكاية اللي يعني بيشتغل حالياً فلسطين بدأ في 2012 كفريق يجمع الحكايات من كبار السن وبكون بجولات على المخيمات والقرى وفي كبار السن في المدن عمل بزيارات ميدانية لهم وسجل القصص والخراريف اللي لا تزال في ذاكرتهم وهي هون أهمية التوثيق في هذا الموضوع بظلط لأنه يعني الحكمة بتقول إن موت رجل كبير بمثابة إحراك مكتبة والتالي هذه القصص التراثية في ذاكرة الناس بعدين بدأنا بعمل الأمسيات والفعاليات والندوات الفريق يعني فريق حكاية بشارك في مجاورة الحكاواتيين العرب اللي تعقد في الأردن سنوياً اللي بتجمع يعني ثلاثين حكاء من أمهر الحكائين العرب بتبادلوا الخبرة والتجارب كذلك بنشارك كحكاواتيين في المهرجانات العربية والفعاليات العالمية المرتبطة بفن الحكي من المغرب الجزائر تونس مصر لبنان الإمارات العربية الكويت يعني كل الفعاليات المهرجانات العربية أو العالمية المرتبطة بفن الحكي الحكاواتيين الفلسطينيين بشاركوا فيها كمان احنا يعني فن الحكي هو فن يعني كان سائد في فلسطين أولي شيء كل الناس بطبيعتها الإنسان يولد حكاءاً لكن الحكاواتي كمهنة كان مرتبط بأذهان الناس إما مع الشاعر اللي بيزف عن ربابة وبقول شعر أو مع الحكاء المتجول اللي بيجي من دمشق أو من مصر بفرع الكرة أو حكاء السيار والملاحم اللي بيجي في رمضان أو مع الجدة الراوية اللي بتقعد في مجمع النساء بتحكي القصص الخرافية لما بلشت الشبكة في الالفين وستة حاولت تستعيد هذا المشهد التراثي اللي فقدناه بعد الاحتلال بعد الثمانية واربعين اللي هي كانت النكبة يعني حدث مفصلي يعني أثر شوية على نشاطنا الثقافي المرتبط بالحكي والمسرح أو بصندوق العجب بدأ الفين وثمانية عدد من ورش العمل والتدريبات واللقاءات لتدريب حكواتيين إحنا بنحكي سنوياً يعني عنا تدريب لعشر أو اتنعشر شخص وقبل شهر في شهر واحد قبل شهرين كان عنا تدريب لعشر فتيان وفتيات من عمر عشر إلى ستة عشر سنة إنهم هم يصيروا حكواتيين وقدموا في أمسية في شهر اثنين ثمانت عشر اثنين في مركز السكاكيني وكان لكم تغطية لهذه الأمسية اللي هي حكاية إم خدود وسبع جدود فهي الفكرة إنه نعيد إذا أردت لأمر أن لا ينسى فأسر به إلى طفل فبنحاول حالياً ننقل هذا الفن للأجيال الناشئة يحملوا ويتلقفوه قبل يومين أنهينا تدريب لعدد من الفتيات بعمر تسع سنوات في عرب الجهالين البدو يسردوا حكايات تراثية بحفظنها الجدات الكبار في السن فيعني بنحاول قدر الإمكان إنه فن الحكي أن يعود فناً قادراً على الحياة ويظل إلو إسهام في الحياة والفن والتعلم لازم نوثقه أهم شي إنه نحن نحفظ هذه الروايات صحيح مع دخولنا لكثير من نظام التطور إنشغال الشباب بقصص أخرى وقصص يمكن اليوم أكثر مناسبة للقرن الواحد والعشرين كدهش فيه ممكن جهود لتوثيق هذه الأشياء ممكن بفيديو أو بمواد مكتوبة يعني إحنا عنا تدريب هاي السنة في المهرجان اللي هو الحكاية الرقمية بنحاول قدر الإمكان ما نكونش غائبين عن السوشال ميديا في هذا التراث السرد الشفاهي هو نقيض السوشال ميديا لكن لا يمكن للحكايات أن تصل للأجيال إذا قررنا إنه نحافظ على شكلها التراثي البعيد عن السوشال ميديا عشان هيك بنحاول نقدم الحكايات إما في فيديوهات في وصلات عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وحاليا عاملين تدريب للحكاواتيين راح يكون في المهرجان حول الحكاية الرقمية إنه كيف الحكاء أو الحكاء اللي هو جزء من هذا الفريق أو اللي بيحكي يقدر يوظف هذا الفن عبر السوشال ميديا ويقدمه للجمهور يعني بالطريقة اللي هو بيحبها عبر الفيسبوك مثلا أو اليوتيوب نعم حمسة بدي أحكي عن الأداء اللي بيتميز في الحكاواتي وهو واحد من كتير من العوامل اللي بتساهم بأنه فكرة توصل صوته الجهور حتى ثقافته ومعرفته بكتير من التفاصيل حتى يمكن مخارج الحروف لما بنحكي أنه عند الحكاواتي هاي التفاصيل قدرش تهتموا فيها وكيف بتدربوا كمان الشباب الصغار والاجداد بأنهم يكونوا بيتميزوا بهاي العوامل يعني هو فن الحكي فن قائم بذاته مستقل عن الفنون يعني بأخذ شوية من المسرح بأخذ من الفن أخرى لكن الفن الحكي هو فن قائم بذاته والحكاواتي هو فنان ما يحتاجه من أدوات من الفنون الأخرى قليل جدا وبنحاول قدر الإمكان إحنا في حكاية فلسطين أنه ندرب الحكاواتي أنه يشتغل على فكرة صوته الخيال في حكايته وما يستخدمش قدر الإمكان من الفنون الأخرى إلا بقدر ما تقتطيه الحاجة بنحاول قدر الإمكان نحافظ على تراثية هذا الفن أنه الحكاواتي بتنوع صوته بتقمص الأدوار يعني بتقليد وتقمص دور الشخصيات اللي في الحكاية صحيح نظراته صحيح ارتفاع صوته انخفاض صوته يعني طريقة نظرته للجمهور هاي كل المرات مرات إدخال الطرفة أو استخدام الحكايات اللي فيها البعد الفكاهي للجمهور يعني بنحاول قدر إن كان نشتغل على تنويع فن الحكي يعني في عنا حكاواتيين بيختصوا حاليا بالحكايات للأطفال في ناس بالأمسيات الأكبار حاليا بندرب حكاواتيين للسير الشعبية والملاحم اعملنا إشي عن سيرة الظاهر بيبرز في رمضان إن شاء الله السنة هاي سيكون عنا سلسلة عروض باسم سيرة السلطان عشر عروض من السيرة بتالي بحذر الإنسان الأمسي الأولى وبضطر يحذر الثاني يعني احنا ما بيكفي فرصين هذا الصباح لحكواتك وقصصك وهاي الأشياء وشكري لإلكم وننتظر هذا المهرجان بفارغ الصبر بس حبيت أنوه مشاهدين على خبر عاجل وردنا قبل قليل على وكاة وفاة للأنباء وإصابتان أحدها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنية بلدية بلدة حلحول شمال الخليل كل ما سيستجد حول هذا الخبر سنكون معكم حول هذا الخبر العاجل ونتمنى الشفاء ونتمنى أن تكون هذه الإصابات سليمة حتى الآن هذه الأخبار وصلت من وكالة وفاة للأنباء وأيضا الإصابات توثق أيضا من خلال وزارة الصحة نعم إذن قبل ما نختم هذه الفقرة بس من ننوه أنه كمان هذا المهرجان رح يتم تنفيذه من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من أذار مارس الجاري متمنى لكم كل التوفيق شكرا لوقتك حمزة شكرا حمزة عقربا ومدير المهرجان والحكواتي ونلتقي إن شاء الله بهذا المهرجان بكل الطاقة اللي عونتون عليها مشاهدينا أيضا بحب أذكر أن تتواصلوا معنا بكل ما يتعلق باقتراحات وأيضا بما يتعلق بالسوشال ميديا من خلال صفحتنا بلستان ديس مورنينج على تواصل اجتماعي وتحديدا فيديوهات التي تتناسب مع المرأة ورسائلكم للمرأة الفلسطينية التي ستبث يوم السبت في حلقة خاصة بالتزامن مع اليوم الثامن من أذار يوم المرأة العالمي فاصل ومنكمل فقراتنا نعم إذن هذا الفصل سيكون هو تقرير لمراسلتنا من سوريا يارا شبانا لحفل تكريم الفنانين هناك إلى سوريا لطالما كان الفن خاصة بالسينما والدراما بيحمل بجوهر رسالة هادفة وإلودور كبير بتسليط الضوء على القضايا اللي بتمس أوجاع الإنسان فكيف إذا كان هالفن ملتزم بالقضية الفلسطينية واعتبر قضيته الأساسية والمحقة في كل أنواع الفنون الدرامية فكان سيادة الرئيس محمود عباس من أول المبادرين بتكريم هذا الفن حيث تم تكريم عدد من الفنانين السوريين والفلسطينيين في العاصمة دمشق نبى عنه كل من سفير دولة فلسطين في سوريا محمود الخالدي والدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ومدير عام الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبدالهادي بتكليم سيادة الرئيس أبو مازل محمود عباس حقيقة نقوم الليلة بتكريم رسل الثقافة في شاحة الصراع التي تخوضوا هذه الأمة الذين دافروا عن قضية فلسطينية وكانوا جزءا منها في كل مناحيها وفي كل ميادين الصراع في قضية فلسطينية باعتبار أن هذه القضية ليست قضية فلسطينية محبوة هذه القضية قضية وجود للأمة العربية والصراع القائمة الحقيقة هو صراع وجود هؤلاء الفنانين هم أعلام في الدراما العربية هم يمارسون العمل الوطني من خلال الفن الحقيقة يستحق التكريم والرئيس أبو مازل يكرم الفنان لأنه صاحب قضية الرئيس محمود عباس بيعتبر الفن هو مقاومة وخاصة الفن الملتزم فكان قراره بتكريم الفنانين السوريين والفلسطينيين الملتزمين فعلا وقدوا أعمال كبيرة جدا من أجل دعم وأسناد القضية الفلسطينية وتوضيح للرأي العام المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال على الأوسمة في فلسطين منحت للفنانين خلال حفل التكريم اللي بدأ بكلمة ترحيب للسفير الخالدي وبعد قدمت أوسمة النجم الكبرى لكل من القام الفني الكبير الفنان دوريد لحام وللمخرجين نجدة اسماعي الأنزور وباسل الخطيب كما قدمت الأوسمة للتميز في الثقافة والعلوم مستوى التألق لكل من أيمن زيدان وعابد فهد وسلم المصري وشكران مرتجى وصفاء سلطان اللي عبروا جميعا عن شكر للدولة الفلسطينية واهتمام الدائم بالفن والدراما يعني يمكن التكريم الوحيد اللي بالحياة جدير بأنه الإنسان يفتخر فيه ويحتفظ فيه ويتباهى فيه سواء أمام جمهورة أو أمام أبناء أو أمام عائلته هو هذا التكريم لأنه يأتي من دولة فلسطين الدولة اللي يتعيش يعني نبض هذه الدولة في دماغنا وفي أعروقنا حس بفخر كبير أنا وعائلتي وبلدي أيضا على هذا التكريم اللي جاي من دولة همها التحرير أولا وأخيرا ولكن مع ذلك ترى بعين أخرى ترى الفنون والثقافة كتير شكرا لدولة فلسطين الحياة أزا بدي إليك أول شي بدي أقول مبروك لصفارة فلسطين بدمشق وشي التاني هذا من أغلى التكريمات لأنه من دولة فلسطين وهذا الشي كتير بيسعدني وكتير غالي على قلبي بيسعدني أن يتشرف وبتشرف أن يتكرم من بلد عزيزي على قلبي من فلسطين يعني للتكريم معنا دائما خاص وأخاز وساحر بالنسبة لي هذا تقدير يعني لا يعبر بسهولة هو تقدير كبير جدا نتمنى نحن كفنانين أو أنا كفنان أن أرد هذا التقدير بعمل ربما يكون سينمائي أو تلفزيوني على قدر وقيمة هذا التكريم بيعني لي كتير طبعا أنه أكرم بوسام فلسطيني بسوريا هذا له معنى كبير وإله دلالات كبيرة دائما كنا نشوف سوريا وفلسطين شعب واحد وقضية واحدة ومصير واحد فمن هذا المنطلق أنا اليوم كتير كتير شاعر بالفخر والاعتزاز أنه الشعبي الفلسطيني عم بكرمني بعد مجموعة كبيرة من الأعمال اللي قدمناها لحتى نحكي عن قضيتنا عن مأساة فلسطين عن مأساة الشعب الفلسطيني رغم تضييق الخناق سياسيا وأمنيا واقتصاديا بالفترة الأخيرة إلا أن سيادة الرئيس محمود عباس ما زال يولي اهتمام كبير بالفن بكل أنواعه وخاصة الفن الدرامي الملتزم اللي بيخدم قضية الوطن القضية الفلسطينية وهي كانت أجواء حفل التكريم لفناني الدراما والسينما فلسطينيين وسوريين تقديرا لأعمال درامية التي لطالما كانت عين المشاهد العربي على الواقع الفلسطيني وتحملهم القضية الفلسطينية لتلفزيون فلسطين يا رشباني دمشق نشكر زميلتنا يا رشباني مع كل هالقامات في الدراما السورية اللي اعتدنا عليهم من زمان كتير وعن جدا أنا بحسدها أنه هي كانت بيناتهم يعني بدات أيمن زيدان والعديد من الأسماء صحيح يعني وبلا شك دائما كانت القضية الفلسطينية والقصة الفلسطينية حاضرة في الفن والدراما السورية من خلال كتير من الأعمال نرحل فيكم نجري مشاهدينا بهاي المحطة كمان وبكل ننضمونا الآن نتحدث فيها عن القامات العالية والهمات الكبيرة لذوي الإعاقة بتحقيق إنجازات على المستوى الرياضي هذه المرة ونتحدث عن تمثيل فلسطين بفئة رفع الأثقال في بطولة العالم للأولمبياد الخاص كمان أيضا هنتناول موضوع اللجنة البارا أولمبية وأيضا رياضة ذوي الإعاقة معنا في الأستوديو البطل سعيد البس ممثل فلسطين في البطولة وهو المنصة متلازمة وإيضا عبداللطيف البس أخ البطل يسعد صباحكم ومعنا مهند الشافع المدير التنفيذي لللجنة البارا أولمبية يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم أعطيكم العافية طبعا مبارك لسعيد بداية على هذا التمييز وهذا الإنجاز وكونك بطل فلسطين خلينا نتحدث أكتر عن هاي المشاركة يعني ريت بتحدثنا عبداللطيف أكتر كيف بدأ يعمل سعيد على تدرب على رفع الأثقال نعم سعيد أولا هو شخص محب للحياة منفتح عنده طموح وعنده إرادة وإرادة صلبة هذا الشيء كان احنا شفناه من خلال يعني بتعرف بالمجتمع أحيانا ما بيتقبل الاختلاف بشكل سهل فصلنا مناخده معنا على المنتزهات على المنتجعات كذا هو بيمارس السباحة أيضا بشكل منتاز جدا كانت عند العيلة رؤية أنه سعيد ممكن يلعب فروسية ولكن لبعض المشاكل الموجودة بالقدرات الجسدية الموجودة عنده ما تم هذا الشيء وهو أصلا بحب يعني كثير كان بيحضر المصارع المصارع الحرة يعني هم المتابعين المصارع بشكل ممتاز فوجد نفسه أنه حابب يرفع الأطقال في هذا الجانب يعني عنده اهتمامات على مستوات مختلفة من الرياضة نعم صحيح ولكن احنا لما شفنا أنه سعيد حابب يروح لهذا المنحنى خفنا أنه مثلا يئذي نفسه بالرفع بكذا بدأنا ناخده على النادي المحلي الموجود بالمخيم أنه مخيم الأروب وتم تدريب سعيد وتأهيله وصرت أخذه معي على نوادي في بيت لحم واستمرت بعدين عرضنا على أطباء وعلى مدربين شافوا أنه حالته الوضع الصحي بيسمح أنه يمارس هاي الرياضة بالإضافة إلى ذلك المدربين أيضا شافوا أنه سعيد عنده القدرة أنه هو يرفع ممكن يبني عنده شغف طبعا فكملنا بناء نعمل ذلك والحمد لله سعيد نجح وحقق الشيء اللي كان بده إياه وحاليا هو بده يطلع يمثل فلسطين بالأولمبياد الخاص بيسم فلسطين نحن نشكرهم على أكيد هو أحسن سفير وخير سفير لأنه حيكون بالإمارات السنة بالتوجه للأخ مهوند الشافي مدير التنفيذي للجنة البرا أولمبية نتحدث عن هذه اللجنة ومسمى البرا أولمبية وهذه الرياضات الخاصة بدول إعاقة طبعا يسعد صباحكم وصباح الجميع اللجنة البرا أولمبية هي متخصصة طبعا برياضة المواقين تم تأسيسها بال93 اللجنة البرا أولمبية يمكن الناس أو مجتمعنا ما بعرف لما بنحكي إحنا لجنة برا أولمبية يعني بيستغربوا شوي يعني برا أولمبية أولمبية أوكي معروفة بس هي بتوازي هي باعتبار زي الأولمبية بس هي متخصصة برياضة المواقين بداية أو في سن تأسيسها كانت مسمىها اتحاد رياضة المواقين الاتحاد رياضة المواقين خاصة برياضة المواقين هي بتشتل على رياضة المواقين بشكل عام مركزين على عدة رياضات طبعا في عنا في فلسطين وطبعا في رياضات كثيرة بس حسب الإمكانيات اللي موجودة عنا بفلسطين صعب نمارسها بس مركزين على عدة رياضات اللي ممكن تسمح لنا للمشاركات حتى دوليا أهم الرياضات هاي أو الرياضات اللي مركزين منها عليها هي ألعاب القوى وتنس الطاولة والباسكت كرة طائرة جلوس سباحة يعني في عنا رياضات منها جماعية ومنها فردية اللجنة البرالنبية الفلسطينية هي عضو في الآي بي سي اللي هي اللجنة الدولية البرالنبية الدولية عم بتشارك في عدة بطولات دولية مش بس احنا عم نشتغل على المستوى الأقليمي عنا عم نشتغل كمان على المستوى وعم بنحضر حاليا على لتوكيو في عنا بطولات خارج الوطن تأهيلية لتوكيو عنا أبطال مش أبطال وحققوا إنجازات كتير كبيرة من يوم إنشاء اللجنة البرالنبية طبعا يعني هذا لا يخفى على مجتمعنا أو على العالم بشكل عام إنه عم بنواجه تحديات تحديات كتير كتير صعبة هي تحديات من الاحتلال وتحديات من مجتمعنا كمان لأنه صعب تقبل أو مش بسهولة كانوا يتقبلوا موضوع ذو الإعاقة فما بلكم إنهم يتقبلوا موضوع رياضة ذو الإعاقة كمان فإحنا هذه فرصة كتير أنا بنشكر طبعا الإعلام وتلفزيون فلسطين على هذا الاهتمام لتسليط الضوء على رياضة ذو الإعاقة سعي يعني بتصور هذا حق يعني واستحقاق يعني لذوي الإعاقة وبكل العالم نشوف كمان فرق مكونة من ذوي الإعاقة فرق رياضية يعني على مستويات عالية وبتحقق إنجازات متميزة وهذا بذل على أنهم يعني يجب أن يمارسوا حياتهم بمختلف الطرق بدون إقصاء خلينا أرجع للعبداللطيف والحديث عن أهمية الموجه يعني أهمية أن أنت مثلا عبداللطيف أخوه لسعيد أو حتى كمان الناس اللي المختصين بموضوع رفع الأثقال أنه يوجه سعيد لتطوير نفسه وتأهيله للمشاركة على المستوى العالمي كيف كانت هاي المرحلة أو مراحل خلينا نقول هي يعني كل بداية صعبة ولكن الإرادة تصنع النجاح طل لا شك إنه إحنا كنا منواجه صعوبات ونيجي على موضوع الاهتمام مثلا يعني كيف الأشخاص دولي عقا سواء سعيد أو غيره وإحنا ممكن نوقف جنبهم ونهتم فيهم هي عبارة عن حلقة هاي الحلقة بتتكون من الأسرة من المجتمع الموجود من الشارع من أنتو كعالميين أيضا يعني جزء وجزء مهم جدا بهاي الحلقة نقدم له الدعام سعيد مثلا كان بيشوف حاله وأنه لو تجي أنت تعمل معه مقابلة شخصية يعني ممكن كان يخجل شوي شوي يعني بدأت أول محطة ثاني محطة اليوم هي باستوديو تلفزيون فلسطيني رفتي في أن المسألة عمالها بتعطيه تشجيع وحافز هاي مسألة المسألة الأخرى يعني أنا بناشد عبر محطتكم أن الأسر اللي عندهم طفل ذوي احتياجات هم أنا بسميهم أنا شخصيا بسميهم ذوي قدرات خاصة وليس احتياجات خاصة أنت لما بتقدم له الدعم النفسي والمعنوي بيبهرك بحجم الإنجاز اللي ممكن أقدم لك إياه وعبداللطيفي شغلة مهمة جدا بمتلازم الدون تحديدا ترتبط فيها الروح الجميلة والفكاهة نعم يعني بكل المحافل الرياضية وكتير من الرياضات أكتر مشجع لكل فريق دايما هذا المخلص جدا بيكون حد من متلازم الدون وقبل فترة كان فيه نادي شباب دورة وعزو أكتر مشجع لأنهم توفى من متلازم الدون لدرجة كان لما يفوز الفريق من أول من بلد أو من محافظة المحافظة هو مبسوط وإذا خسر يظل يعيد من أول البلد لحد ما يوصل كدهش هالبراءة وكدهش هالحب نشتغل عليه أكتر لأنه هم عن جد يروح حلوة وهي بالنسبة لأنه جزء كتير كبير من الحب الصافي والطاهر صحيح وهم أيضا غير أنهم محبين بيعشقوا الفرح أي شيء عنده هم ممكن يقدم لك فيرسم البسمة على وجهك صحيح هاي جانب وأنا بشكر إدارة الأولمبياد الخاص اللي من فترة وجيزة اهتموا وأخذوا الأشخاص دوي الإعاقة وبنشكر مدربينهم وبشكر بشكل خاص الأستاذ مروان وشاحي اللي بيعطي دائما بيحكي يعني بيطلب من المدربين تقديم أفضل ما لديهم للأشخاص دوي الإعاقة ويقوم بالتواصل شخصيا مع الأسر يعني يطمنهم ويطمن كيف الأمور ماشية ويعني يكونوا بمجريات الأحداث بالنسبة لموضوع موضوع آخر أنه أنه عنا المفروض من اللجان المعاقيين أو اللجنة اللي الجهة اللي راعى أو الأشي لحدا اللي ممكن يرعاهم احنا بالنسبة لأخوي سعيد الحمد لله احنا عنا قدرة أنه احنا نقوم بكل واجباته ولكن أيضا هناك أشخاص ممكن يكون عندهم أسر وممكن يكون وهم معايلين لهذه الأسر لازم يكون أنا يعني بتأمل أنه يكون مثلا فيه لهم تأمين صحي مثلا يكون فيه لهم يخرطوهم بالمجتمع يعني أنت لما تجي تحكي بدك تكسر الحاجز اللي تخلي المجتمع يتعامل مع سعيد أنه شخص مختلف المفروض أنه ينخرط بالمجتمع سعيد وهذه الأمور اللي حكينا عنها للحقوق اللي هم يجب أن يحضوا فيها مثل أي شخص مواطن فيه في هذا البرد خلينا نختم معك مهند بكلمة أخيرة فيما يتعلق أيضا مثل ما حكينا يعني هذه الصورة المجتمعية وأيضا خلينا نحكي الإرادة الرسمية والسياسية من أجل تعزيز مشاركتكم ودعمكم على المستوى الرياضي تحديدا طبعا إحنا الإرادة الشخصية من الأفراد من الأشخاص من الأبطال اللي بمثل فلسطين إنهم في المشاركاتهم أو في ألعابهم الرياضية على المستوى المحلي أو الدولي هذا جانب الجانب الثاني اللي إحنا كتير مبسوطين أو منعتز في مؤسساتنا كمان برغم فيه بصراحة عرقيل أو تحديات برضه من المؤسسات بس منرجع ونحكي المجلس الأعلى للشباب الرياضة كتير داعم رياضة دول الإعاقة بعطي كتير اهتمام لهذا الجانب لأنه عم بنشوف فيهم يمكن فيه أمور كتير مش كتير بتمشي بسلاسة عندهم في المجلس لأي رياضة ولكن رياضة دول الإعاقة في المجلس الأعلى للشباب الرياضة واهتمام معالي الوزير أمين عام المجلس الأعلى اللي هو عسام القدومي مشكور طبعا بعطي اهتمامي كتير لرياضة دول الإعاقة وبالعكس عم بتسهل أي شيء أي فعالية لرياضة دول الإعاقة إذا كانت على المستوى المحلي أو دوليا نعم نعم شكري لك وجودك معنا بدي روح لسعيد سعيد انت شو بطل فلسطين يعني بدنا هاي الكلمة شكرا لكل التوفيق إن شاء الله بترجع بالمدالية الذهبية إن شاء الله شكري لكم البطل سعيد البس وأيضا عبداللطيف أخو الله يسعد صباحكم واخ مهند الشافة المدير التنفيذي للجنة البرأولمبية يسعد صباحكم يسعد صباحكم شكرا لكم ومشاهدين ننتقل مباشرة إلى نابلس مع مراسلتنا هناك ريمة العملة والحديث عن الإشاعات وخطرها على المجتمع مع المقدم أمجد فراحته صباح الخير إلىك ريمة صباح الخير ريمة صباح الخير ألاء وعلاء وصباح الخير لكل من يتبعنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في هذا الصباح من نابلس وهو صباح مشرق إن شاء الله دائما بتكون أيامكم مشرقة بنحب نركز على موضوع مثل ما ذكرته الإشاعات وخطرها على المجتمع وخاصة في ظل انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي في هذا الصباح يسعدنا وأن نرحب بضيفنا طبعا المقدم أمجد فراحته مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة يسعد صباحك بداية أسعد الله صباحكم وصباح السادة المشاهدين جميعا أهلا وسهلا فيك يعني مقدم أمجد يريد في إطار عملكم أنتوا كجهاز شرطة بتطلقوا الكثير من الاتصالات حول أي موضوع يتم نشره وخاصة إذا مس هذا الموضوع من المواطن أمن أطفاله أمن الأمن السلمي في المدينة كيف بتتعاملوا مع هذه الأمور حتى يتم ضبطها وحتى لا تنتشر حالة الهلاع أو الإرباك بين المجتمع طبب بداية هي حالة السلمي الأهلي هي الحالة التي تسعى أجهزة الأمن وتحديدا الشرطة في إيجادها في أي مجتمع أو أي تجمع سكاني نعم على ضوء ذلك تبدأ ننطلق في الحديث أولا النشر له مسئولية مجتمعية حتى على الأشخاص والأفراد هناك مسئولية تجاه كل شخصنا تجاه مجتمعه لديه مسئولية مجتمعية عندما يقوم بنشر أي معلومات هناك بعض الأشخاص من يقومون وهنا تكمن المشكلة التي تركز عليه الشرطة كثيرا اللي هم هوات الفيسبوك أو هما تواصل الاجتماعي يقوم بنشر أخبار دون تيقن من حقيقتها مجرد ما يصلوا خبر هو بوضعه على صفحة الفيسبوك أو على حسابه على الإنستجرام أو أي موقع تواصل الاجتماعي آخر وبيبدأ المشاهدين أو المتابعين لهذه الصفحة بمتابعته بعد متابعته هناك بعض الأخبار تمس أمن المجتمع مثلا مثل ما حدث في نابلس حدث في نابلس أن أحد الصفحات اللي قامت بنشر خبر حول أن هناك أشخاص يقومون بخطف الأطفال هذه قصة كبيرة أن يروع الناس بأطفالهم فبدأت المواقع تواصل الاجتماعي تنشر دون وعي دون اهتمام لأن هناك خوف على الأبناء وهذا حقيقة خوف مبرر لدى الأباء لكن مباشرة الشرطة بدأت باتجاهها الاتجاه الأول أنها بدأت في التواصل مع المتحدث باسم الشرطة وقامت بصياغة بيان نفت فيه هذه المعلومات نفيا قاطعا وهي حقيقة منفية ولا أساس لها بنصحها وبالتزامن قامت الشرطة أيضا بالبحث عن مصدر هذه الإشاعات وعلى ضوء ذلك حصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص وبصفحة موجودة في مدينة نامليس وعلى إثرها قامت بإحضارهم والتحقيق معهم حسب الأصول وسماع أقوالهم وأحالتهم إلى النيابي النيابي فيما بعد مددت توقيفهم لحين تحويلهم إلى المحكمة المختصة المحكمة المختصة قامت حسب معلمات الشرطة بتكفيلهم وهذا من حق المحكمة لحين انتهاء إجراءات المحكمة تحرككم في هذا الإطار يعني أنتم تحركتم في هذا الإطار وباتجاه يعني إيقاف هذا الموضوع كان بناء على توقي اتصالات من قبل المواطنين أو هو ما تقوم به الشرطة عادة بمتابعة الأخبار يعني هي جعلنا نتيقل أنه حالة من الإرباك أنه الهاتف المجانمي لغرفة العمليات بدأ يتلقى اتصالات أنه إحنا بحاجة إلى خاصة المنطقة التي ذكرت في الخبر أنه بحاجة بتعزيز دوريات الأمين هناك ومن ثم بدأت على صفحة على الفيسبوك رسائل المواطنين تصلنا ما الذي يحدث فاستشعرت الشرطة أن هناك تقويض الأعمال الأمن إذ أن هناك لا أمن ولا أمان في البلد وهذا غير صحيح وبالتالي باشرت إجراءاتها في إجراء عقابي استندت إلى قانونين القانون الاتصالات الأردني المعمول فيه في المحاكمة الفلسطينية لعام 1976 واستندت إلى قرار فخامة الرئيس بقانون الجرامي الإلكتروني وهو قانون رقم عشر إلى عام 2018 وعلى ضوء ذلك عندما أنهى المحققين العمل في هذا الإطار توجهوا مباشرة وحسب بنود القانون اتهموا الأشخاص الثلاثة أو المشهفين الثلاثة أنهم بث الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب الموجودة في القانونين فبالتالي الشرطة عملت في التزامن في إجراءين سابقا الشرطة أيضا كانت تنوه دائما في كل بيانات عندما تنفي إشاعة ما عن طريق ناطقها الرسمية عن طريق مدراء العلاقات العامة في الشرطة ونحن في نائب الإسلامية التجربة أنه ندعو المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكل رواد المواقع التواصل الاجتماعي أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حتى إذا وصلت إلى أخبار بصفتك الشخصية وحصلت على معلومات بالإمكان الاستفسار عنها من الجهات الرسمية أي أن كانت هذه الجهات الرسمية ربما الخطأ الذي وقع فيه من قام بنشر هذا الخبر هو ربما لم يرجع إلى مصدر رسمي في نشر خبره كنا نتمنى مناشدتنا الدائمة في الشرطة أنه إرجعوا للمصادر الرسمية والمصدر في المؤسسات الرسمية الموجودة لو كان الموضوع مغاير لما حدث في الحقيقة وتم الاتصال بمدير العلاقات العامة في شرطة المحافظة بالمتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية بأي مرجع من هذه المراجع لكان من بداية الأمر نفى الموضوع وكنا لم ندخل ولم ندخل المجتمع معنا في حال من الإرباك السلم الأهلي من أولويات الأمن الأولى إذ أن كل عمل للأجهزة الأمنية والشرطة وتطبيق القانون وسن القوانين من المجالس التشريعي والجهاز الترقبي يصب في السلم الأهلي إذا كان هذا الموضوع سيتم نشره بشكل عشوائي دون مراعاة لمشاعر المواطنين وبحيث تصبح هذه المشاعر ومعرضة للخج والإرباك فهذا يدعو أنه تدخل سريع من الشرطة وفقا لنصوص القانون المعمول فيها في السلطة الوطنية الفلسطينية أو في دولة فلسطين عفوا في دولة فلسطين وعلى ضوء ذلك تم التعامل في هذه القضية سابقا تعاملنا مع أكثر من قضية من هذا النوع مثلا مثل قضايا خطف بنات ونفت الشرطة مثل قضايا الحلوة التي بها مخدرات ونفت الشرطة ودائما نقول ولازلت وعبر هذا الأثير في هذه الحالات كلها تم متابعة من نشر هذه المعلومات وتحويله للقضاء يعني من الثلاث قضايا اللي ذكرتين نحن تابعنا قضيتين ونجحنا في الوصول إلى المشتبه فيهم في النشر حالة الثالثة لم تفلح الشرطة في الوصول لأنه كانت إشاعة من خارج الوطن والآيبيهات اللي توصلت إلى الجرائم الالكترونية كانت تشير إلى أن هذا الحساب الذي نشر من خارج من حساب خارج حسابات الفلسطينية وبالتالي تم التعامل بطريقة مختلفة إلها بروتوكولها الخاص مع المواطنين عادة مقدم أمجد يعني اللي بنحكي أنه دايما المعلومة الأولى هي اللي بترسخ في عقول المواطنين يعني أي موضوع بتلقى المواطن حول أي حادث هو يرسخ في عقله يعني مش مثل ما مننفي أو منقول الخبر هذا مش صحيح فبالتالي يمكن المعلومة الأولى أكثر رسوخا في عقل المواطن لذلك الإشاعة تأخذ مجراها وتنتشر مثل النار في الهاشين في المحافظة لذلك هناك قول مشهور يقول أن الإشاعة تدور العالم ست مرات قبل أن تطل الحقيقة برأسها أو قبل أن تلتدي ثيابها وتخرج الناس لكن سياسة التحرير مثلا أتحدث عن الشرطة الشرطة لا تبدأ في الخبر الأول إلا عندما تكون متيقنة جدا جدا من أن هذا الخبر هو حقيقي وتليم وكل البيانات كلمة كلمة في البيان هي حقيقية وحدثت في آخر لقاءنا ما هي يعني النصيحة التي تدلون بها للمواطن الفلسطيني لمواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في التعامل مع أمن المواطن تماما يعني أولا نحن نناشد المواطنين أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية التواصل مع الدوائر الرسمية بشكل دائم ومستمر عند وصول أي معلومة يريده التأكد هنا فيها ولدينا ليس لدينا أي شيء آخر ننفيه ستنتحدث بالحقيقة أيا كانت هذه الحقيقة لو كان المتضرر بها هي المؤسس الأمني سنقول قامت المؤسس الأمني بالفعل كذا لذلك نحن نناشد المواطنين هواتفنا معروفة للجميع صفحاتنا موقع الإلكتروني للشرطة يستقبل شكاوي والاستفسارات العقيد لأي رزقات المقدم أمجد فراحتي الزملاء في المحافظات مدراء العلاقات العامة مدراء شرطة المحافظات جميع هذا الطاقم هو موجود هنا من ضمن مهامه الإجابة على تساؤلات المواطنين حتى لا يدخل المجتمع في حالي من الإرباك وحالي من الخوف والهلع والقلق على أبنائه أو على قضايا تحدث حوله شكرا جزيلا لك المقدم أمجد فراحتي مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة شكرا لكل جهاز الشرطة بكل أفراده وقيادته أنتم العين الحارسة لأبناء شعبنا وعلى أمن أطفالنا وأمن عائلاتنا وأسرنا وأمن مجتمعنا شكرا لك في هذا الصباح إذن مشاهدين كانت هذه إطلالتنا عليكم من محافظة نابلس ونحو أمن المجتمع أينما كان لهون منيجي للختام نعود وإياكم مرة أخرى إليكم أعلا وألاء في استوديوهاتنا في رماللو يفسد صباحا كريمة شكرا كتير وشكرا لضيفك ومكملين محطاتنا الصباحية بمنظر جميل نعم والحديث عن مشغولات اليدوية مع حنين الأخبر وزميلتنا ندين جواريش صباح الخير لكم صباح الخير ألاء أو علاء يسعد صباحكم أهلا خليكم معنا نتعرف على زبا أكيد أهلا أهلا فيكم مشاهدينا ويسعد صباحكم زي ما عرفناكم مشاهدينا بزاويتنا زاوية المشغولات اليدوية اللي نتعرف فيها على مشاريع ناشئة واليوم نحن نتعرف على مشروع يسمى ستايلش توينز لنتعرف أكتر مشاهدينا بسعدني أرحب بدأ يفطنا حنين الأخبر يسعد صباحك حنين صباحك فل حنيننا نتعرف عليك مين حنين الأخبر أنا حنين الأخبر طبعا عمري هلأ 30 درست في الجامعة أمريكية علوم مالي ومصرفية وطبعا عملت مشروعي هاد تقريبا خلين نقول من سنة وهو إجهزة هواية يعني حنيني يعني دراستك إيش إلها حلاقة باي المشغولات اليدوية يعني بعيدة كثير إيش موهبتك احكي لنا عن ميولك وصاب باختيارك لشغلك المشغولات اليدوية هلأ بالنسبة لدراستي يعني هو الموظم بيقول إنها بعيدة لكن هي فعلا مش بعيدة أي واحدة درسة إشي بالفايننس أو إشي بالتجارة ممكنها تدير مشروعها إدارة ناجحة طبعا بالنسبة للمشروع هاد هو عبارة عن هواية طبعا بلشت فيها أنا بلشت أطورها صاب يعني ستايلش توينز يعني اسم حلو كتير صاب باختيارك لهذا المشروع لهذا الانوان لهذا الاسم هلأ بالنسبة لإسم مشروعه هو إلو قصة كنت أنا بشتغل بكذا شركي قبل ما أبلش فيه بعدين حملت في توقمي علي وسارة وطبعا كأي واحدة متعودة على الشغل والإنجاز ما بتقدر أنها تقعد في البات بدون أي شغل فعملت مشروعه هاد وطبعا سماته باسم توينزي عشان برضو أثبت لكل أم أنه أنت بتقدر تنجزي حتى من جو البيت حالين نتعرف يعني هاي مشاهدينا معروض شوي من المشغولات اليدوية اللي بتشغلها طبعا حنين نتعرف إحنا المشاهدين إيش طبيعة المشغولات اليدوية اللي بتشغلها حنين وطبعا مبين إنه كتير حلو شكرا حبيبتي هلأ رح أبلشك من البداية أنا بلشت بتوزيعات زي هيك أشياء أفكار يعني مثل هيك هي متنوعة كانت طبعا فيه أشياء للعرايس فيه أشياء للمواليد فيه أشياء لعياد الميلاد فيه كتير شغلات لأي مناسبة ممكن إنها لزبوني تشرح لي أشي حبي وأنا أعمل لها حسب ما أنا هي حبة بعدين بلشت بالهوم أكسسوريز أشياء زي هيك اللي هي زي بتيجي طائم صفرة وفيه كمان ناس بطلبوا معاها رينار طبعا هاي أشياء حلوة كتير هاي الفكرة وللمعالي وأشياء زي هيك وفيه كمان كتير أشياء بس أنا حبت أجيب عينة من كل إشي وطبعا الإشي اللي بيكون مشغولة دويا بالإيد غير علم بيكون جاسة بتكون الهدية أكتر قيمة يعني طبعا أكيد ورود طبيعية ولا بلاسك نحكي عن هاي مثلا كتير حلوة مشاهدينا يعني صورة إيد الميلاد هاي بنسب إله هي مرسم خشب بزينه أنا والتصميم طبعا أنا بصممه ممكن فيه ناس بطلبوها صورة لحال ممكن صورة مع تقويم طبعا فيه أحجام كتير منها وبزينها بالطريقة اللي بتحبها لزبوني أو لزبون كمان فيه بالنسبة للورد سألتيني عن الورد الطبيعي أو الصناعي أنا حاليا بشغل بس بالصناعي بس طبعا بحاول أني أختار يعني نوعيات الجلد والكتير تقيلة عساس بين قريبة للطبيعي وتزوم أكتر يعني ممكن للطبيعي يكون لأسبوع فقط أو لعشر أيام بس لما يكون صناعي لإشي بضل كمان مناسبات كمان فيها بما أننا إحنا جايين عن موضوع الخرجين طبعا هلا الصيف مناسبات في أعراس في تخرج طبعا فأفكار حلوة هذه ممكن أنها تكون تعليئة على الباب أو ممكن في حفلة الصبيج والقاعة أو إشي زي هيك وكمان زي أنت لهم طائية التخرج هاي كمان هاي مشاهدين خلنت نفرج المشاهدين برضو هاي ممكن لي بما أننا إحنا جايين برضو زي ما حكي أنا مسبقا تمام هلأ طبعا بالنسبة ل بدي أسألك يعني نحكي شوي عن المواد اللي بتستخدميها إيش بالضبط تستخدمي لتطلع معيك هاي القطع وهي المشغلات اليدوية تمام هلأ بالنسبة للمواد هي زي ما أنت شايفي ورد طبيعي خيش ستراس لولو دونتيل كريستال طبعا الكريستال كتير بستخدمه لأنه لمعته كتير حلوة خاصة للمناسبات الخشب فيه كمان للكارز أكسسوريز اللي هي الجلد والفرو وهي الأشياء وكله بكون موجود بالسوق الفلسطيني وتتغلبي لتوجدي هاي المواد الخام وهل فعليا بكلفك زي هيك مشغلات اليدوية بتحتاجي يعني مثلا من القطع نفسها فيه أكتر من مادة بتستخدمي هل إشي بكلفك يعني ولا كيف هلا بنسبة لتواجدها بالسوق الفلسطيني طبعا هي موجودة متوفرة يعني بكتير بس أنت بيضل عليك تختاري يعني أنه تنسقي مثلا اللولو إذا بيجي مثلا حلو مع الكريستال أي درجة كمان بنسبة للتكلفة هي فعلا يعني فيه تكلفة عالية على بعض الأشياء كمان فيه خامات ممكن تكون كرتون فيه خامات ممكن تكون مخمل فأنت بديك تختاري الأشياء اللي تقيل والحلو خاصة أنه سوء أنه مليان أشياء تقليدية أشياء عادي أنت بديك توصل إلى الزبون أو الزبونة الشغلية بالضبط هو مميز على أساس أنك تقنعي في القطعة يعني بالنسبة للمشغولات كل أفكار من وين بتستوحيها كيف تعتمد يعني يعني عارفة علم الفن المشغولات اليدوية في تطور كيف أنت بتحاول تطوري حالك حنين لتجذب انتباه الصبايا وأي حدا حابب يشتري هاي المشغولات أو أنه يتعامل مع هاي المشغولات يعني زي ما ذكرنا سابقا أنه فعلا لما بتكون القطعة مشغولة يدويا بتكون أكثر قيمة حتى للشخص المهدئ له طبعا هلأ بالنسبة طبعا لل أفكار الأفكار أنه من باخدها طبعا هي الأفكار يعني تجميع خلاني ممكن أنا أشوف فكرة معينة على الفيسبوك أو على الجوجل على اليوتيوب ممكن أنا أطورها بطريقتي ممكن كمان لزبونة تطلب إشي معين أنا أعملها بطابعي الخاص أو بطريقة أو حسب ما هي حابة فالأفكار يعني خلينا نحكي تجميع وكمان بتعتمدي بزوقك أنت كمان والصبية اللي جاي عندك بتتشاوري أنت وياها طبعا بتأخذي رأيها بتعطيها إيش ممكن هي تكون مثلا بتنسيق الألوان بالإيش تعطيها أفكار جديدة طبعا هلأ بتيجي عندي الصبية ممكن تحكي معي طبعا تقول لي أنا حابة مثلا خلينا ناخد مساء العروس أنا حابة مسكتي تكون بهاي الألوان أو ألوان غريبة أو ألوان جريئة زي هيك مثلا أنه أصفر مع أبيض مع هيك ممكن أنا أخذ أي شيء بتحيب ممكن تجيب لي صورة أعملها مثلها وممكن كمان تركن علي أنا أعملها بطريقتي نحكي حنين أكتر يعني هلأ إحنا جاينا عيد الأم أهم مناسبة حاليا خلال نهاية هذا الشهد إيش الأفكار اللي محضرتها حنين لعيد الأم أول إشي كل عام وجميع الأمهات بألف خير طبعا كل أمهاتنا من تلفزيون فلسطين من ون رجلهم السحية كل عام هم بألف خير كل أمهات الشهداء والأمهات الفلسطينية أكيد طبعا بخص بالذكر ماما وإم زوجي الغاليات أكيد على قلبي يعني بوجههم تحية كتير كبيرة أنا جهزت كذا فكرة بخصوص عيد الأم منها هاي الفكرة اللي هي خلين نحكي فكرة بيحبوها كل الأمهات أول إشي هي بصندوق الصندوق زينته بهاي الطريقة بالدانتيل واللولو بهاي الطريقة في بقلبه مصحف مزين المصحف نفسه بنفس طريقة الكفر تبع الصندوق والورد الأحمر وطبعا برجع لزبوني أشي حابة أكيد وطبعا إذا بدهم أفكار إضافات أكيد هدايا إضافية مع القرآن إشي زي هيك أشي أهم التحديات اللي بتواجه حنين ما إنك أنت هلا أشوفي بالنسبة للتحديات أول إشي الوقت بدك تعرف كيف تنسكو أمورك بين شغلك بين بيتك أطفالك هاول إشي تاني إشي كيف أنك أنت توصل لفكرتك ومشروعك للناس لأنه هاي الأمور يعني خليني نحكي زي ما قلت لك إنها معبية السوق يعني فأنت بدك ترفي كيف تحط طابعك الخاصة على الإطعة عشان توصل الناس بطريقة مميزة وحلبة حنيني الأخبر يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك إن شاء الله بنشوفك باللي بتحلمي فيه يسعد صباحك وكناورتينها بالستوديوهاتنا حبيبت شكرا على الاستضافة وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام زاويتنا زاويتنا زاويت الأشغال اليدوية بما إننا إحنا هلأ جايين على عيد الأم ففعلا الهدية اللي بتكون مشغولة يدويا بتكون أكثر قيمة من الهدية الجاهزة ويسعد صباحكم وعودة إليك على أؤلاء ويسعد صباحكم شكرا إليك ندين وأكيد كل الشكر لا حنين ودائما منقول كل عام والنساء كلهم بألف خير والأمهات أيضا أنا بكمل كلامي مع أكيد وكل التوفيق لإليك وشغلك كثير رائع نحييكم شكرا ندين فاصل مشاهدين أو إلى ختام برنامجنا بفقرة تربع فلسطين على مسابقة الذكاء للصناعي الدراسي العالمي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا فيكم مشاهدين إلى آخر محطاتنا في هذا الصباح والحديث عن تمييز فلسطيني جديد هذه المرة أيضا في قطاع التعليم حيث أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدا فوز فريق فلسطين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مصابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي العالمية التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تويج الفريق من بين ألفين فريق على مستوى العالم وذلك عم مشروع رسوماتي تتحدث عني هذا الإنجاز أكيد مع الأطفال والرقي في الألم أكيد يذكر فيشكر وبنحب نتشكر ونرحب ديوفنا في الأستوديو الأستاذي هنا أمران منسقة المشروع في وزارة تربية والتعليم وأيضا المعلمة رانا خير وصباح الطفول البريئة والأولى على العالم ليش الأولى على الصف الأولى على العالم سيرينة كبصية يسهد صباحكم يسهد صباحكم أهلا وسهلا فيكم خلينا نتعرف بداية على هذا المشروع اللي طبعا قامت عليه وزارة التربية والتعليم والمشاركة على مستوى العالم نعم هي مسابقة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية تديرها منظمة العقفة الدولية وتدعمها في مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم ومنها الدكاء الاصطناعي كانت مشاركة ما السنة في فلسطين لأول مرة هي المسابقة طبعا موجهة للعائلات وللأباء المعلمين الأطفال من عمر 8 إلى 16 سنة وبصير أقل من 8 لكن لأخر إشي إلى 16 سنة المسابقة هذه احنا شتركنا فيها في وقت شوي متأخر بعد كل العائلات اللي في العالم كان تقريبا إحنا في نص الوقت اشتغلنا اشتغلنا في شكل مكثف جبنا منصقين من جميع المديريات دربناهم تدريب متخصص بدي في هاي اللحظات بصراحة أقدم شكري للدكتور بشار طحويني اللي هو درب المنصقين على آليات الدكاء الاصطناعي والمفهوم بشكل عام لحتى يقدروا ينقلوا هاي الخبرة للفرق في جميع المديريات كمان دربناهم مع الأستاذ السريطاها بوجهه له تحية لأنه كلهم فولنتير دربوا معانا مع وزارة التربية التعليم درب المنصقين على بزنس بلان ماركتنج للمشروع للفكرة لأنه أنا ممكن كن عندي فكرة حلوية بس أنا مش قادر أعملها ماركتنج ولا أعملها بطريقة صحيحة فكل الشكر لإلهم الشكر أولا كمان لمعالي وزير التربية والتعليم اللي كانت داعم إلنا دائما الإدارة العامة للتقنيات له المهندس جهاد دريدي هو يمكن سنين وشهرين عنه أحنا نمشكرهم كلهم أكيد الأساسي ممكن ما تمر هذا مشروع كبير بدي أتوجه للمعلمة رانا ويستد صباحك أول شيء طبيعة المادة اللي بترسيها وموضوع الذكاء العلمي يعني نحكي على تفاصيل كتير دقيقة وشو المشروع اللي اشتغلت عليه مع سلينا تمام طبعا هي المسابقة كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل أنا زي ما حكينا مفهوم الذكاء الاصطناعي هو يمكن إش جديد بالنسبة لإلنا فكانت المرحلة الأولى اللي هي نتعلم ونتعرف على مفهيم الذكاء الاصطناعي طبعا من خلال نعمل بعض التجارب مع الأطفال المشاركين معنا في المشروع واللي من خلالها نتعرف شيء عن ذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية كانت كيف نقدر نصمم روبوتات بسيطة تخدم مفهوم الذكاء الاصطناعي ومرحلة الثالثة كانت أنه نحاول نفكر وندور على مشكلة موجودة في مجتمعنا ونحلها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي طبعا من خلال ما بلشنا بالمرحلة الثانية أجدنا فكرة المشروع اللي هي كيف نقدر نكشف عن حالات العنف وتنمر للأطفال في المدارس من عمر 6 إلى 12 سنة وفكرنا كيف ممكن نحلها بأكتر من طريقة ولكن حسنا الطريقة الأمثل اللي هي من خلال خاصية تحليل الرسوم خاصة أنه من خلال استبانة اعملناها على الأطفال من هاي الفئات العمرية وجدنا أنه معظم الأطفال اللي بتعرضوا للعنف بيخافوا أنهم يخبروا أو بيخجلوا أنهم يخبروا أنهم يتعرضوا للعنف فكيف ممكن نوصل لهاي الفئة من خلال تحليل الرسومات يعني من خلال الأطفال يرسموا رسمة معينة وطبعا في العلم الناس بيحكوا أنه الأطفال في الرسومات بيعبروا بوصلوا رسائل كتير أكتر من ما إنهم يحكوها صحيح وخاصة أنه هذا الموضوع كمان موضوع مهم جدا يعني موضوع التنمر في المدارس وهي الفئة العمرية وكمان بأثر عليهم على مستويات يعني عمرية لاحقة خلينا نحكي مع سلينا سلينا شو الاشي اللي رسمتي شو عملتي انت شو رسمت شو رسمنا صورة عن عادتنا انه انه اذا في عنا مشاكل ولا لا طب تمام بأي صف انت سلينا صف تاني صف تاني ما شاء الله شو أكثر رسمي انت بتحب ترسمي برصاص بس ولا بالألوان ولا على الكمبيوتر بايش رسمتي ايش رسمنا تخدمت الألوان يعني أكيد كل التوفيق لإلها أنا عارف المخجلان بالعودة بأخيرا سادة هانا بالحديث عن تطوير هذا المستوى التعليمي وهذا الذكاء في المدارس ندخل بمسابقات بشكل أوسع للأعوام القادمة ممكن نكون احنا من الأوائل الثلاثة المرة الجاية نكون احنا المركز الأول تمام هلأ الخطة المستقبلية احنا وحكينا من أول انه ما دخلنا المسابقة فقط لمجرد المسابقة في الوزارة التربية والتعليم لا احنا دخلنا المسابقة كنقطة انطلاق لهذا التكنولوجيا الجديدي لكن احنا نعمل هلأ في الادارة العامة وفي وزارة التربية والتعليم على توطين الفكرة كيف ننوطن الفكرة من نجيب تدريب كبير لحتى نستهدف عدد مدارس أكبر عدد طلاب أكتر يكونوا قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا التعرف عليها احنا منبعيد كلنا منفكر انه الدكاء الاصطناعي بس حكر على العباكرة بالصدق هي فعلا هي هو اشي عبكري لكن هل نستطيع انه احنا ندخلها لمدارسنا من سن مبكرة نعم نستطيع ندخلها بسن مبكرة ونعرف طلابنا عليها بشكل طبعا تناسب الفئات العمرية المختلفة في هذا المجال فرح نعمل على هاي استراتيجية ان شاء الله نعم جميل جدا يعني ودائما احنا لما نكسر حاجز الخوف او كمان عدم القدرة بانه احنا نافس نثبت لانفسنا انه احنا فعلا لعنا طاقات وقدرات كامنة كل الشكر لوجودكم معنا ودائما نتمنى توفيق يعني لوزانة تربية والتعليم القائمة على هاي المشاريع اللي بتخلينا دائما نشوف هاي الابداعات والتمييز شكرا لكم شكرا لكم الاستاذ هنا امران مناسكة المشروح وزارة تربية تعليم الاستاذ رانا خير ونيال طلابك فيك اذا هاي سلينا احد الطلاب شكرا لكم وسلينا مبروك وان شاء الله احنا بالصف الثاني ورسمنا واخدنا جائزة بالصف العاشر بناخد كأس العالم لست صباحكم وشكرا لكم ولا اهيكم سلينا للختار نعم مشاهدين نختم معكم حلقتنا في هذا الصباح شكرا لكم على المتابعة المتابعة دائما بامكانكم مشاهدة محطاتنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كل الشكر ايضا للضيوف اللي يرفقونا اليوم الى لقاء موسيقى موسيقى موسيقى